قالت وكلة مراقبة تغير المناخ بالاتحاد الأوروبي إن شهر يونيو الماضي كان الأكثر سخونة على الإطلاق في استمرار لسلسلة من درجات الحرارة الاستثنائية وأكد بعض العلماء أن العام الجاري قد يكون الأكثر سخونة على الإطلاق حول العالم وتعد بعثات غازات الاحتباس الحرارية ناتجة عن حرق الوقود الأحفري السبب الرئيسي لتغير المناخ